مرحبا بكم احبائي رجعت معكم اليوم ان شاء الله في فيديو جديد اليوم سنكمل التتمة الفيديو اللي كان من قبل اللي حضرنا فيها خبز الهامبورغر اليوم ان شاء الله سنحضر معكم الحشوى الهامبورغر كامل اليوم ان شاء الله سنحتاج 800 قرم لحم كفتة القيص اللي سنسب العائلة احسب عدد الافراد هنا عندي 800 قرم عندي بصلة متوسطة مفرومة وعندي هنا التوابل اللي غادي نحتاجه عندي واحدة المعلقة صغيرة ديالتوابل الهامبورغر عندي نصف العاقة دياله زعتر عندي توم بودرة واحد نصف العاقة وعندي هنا شوية ديالكامون تقريبا راس معلقة ديالكامون وعندي راس معلقة دياله فلفل اسود وعندي واحدة معلقة ديالنشا هذا غادي تجمع لنا شوية العجن ومتخليش يتفك وعندي هنا واحد راس معلقة ديال الزنجبيل وعندي راس معلقة دياله بصل بودرة وعندي هنا الملح انتوما حسب الرغبة وعلا حسب الدق ديالكم وعندي هنا الزيت باش غادي ننقلي هاد اللحم يعني ما غاديش نحتاجوا كمية كبيرة غادي نديروا البصل والتوابل يعني فخطرة واحدة غادي نخلطوا اللحم ديالنا حتي يتجنس مع بعضياته هاكدا غادي نخلي واحد الساعة احطي يشرب التوابل اللي درنا فيه وده با غادي نوريكم طريقة باش نشكلوا اللحم ديالنا يعني لما عندناش المول ممكن ندير واحدة لغطايا دياله شي سوبيرا ولا شي شي حق مدور بحال هكا هاكدا غادي نشكلوا اللحم ديالنا بلا ما يكون عندنا المول دياله غادي ندير واحد البلاستيك غدائي على هادي الطريقة وغادي نوضع عليه اللحم واحد الكيمية انتوما غادي انتوما عندكم اللي اختيار تبغيوا اللحم رقيقة ولا دياله شوية تكون خشينا غادي نحاول نشكل اللحم حتى تكون عندي دائرية على هادي الشكل كيف مكيبا لكم بحال اللحم اللي كتبع في سوبر ماركت غادي نكمله اللحم اللي عندنا كامل بنفس الطريقة بحال اللحم بحال اللحم بحال اللحم اللحم بحال اللحم بحال اللحم اللحم حتى نكمل كاملة اللي عندنا منيكم مننا الاقرص كاملين سننهنوا واحد المقلات ولا شوية العلاد طريقة سننهنها تقريبا بواحد شوية زيت سنجعله حتى تسخن ومن بعد سننضيف الأقرص اللحم بالطريقة هاد الهامبورجر يجي لديد بحالك يتبع في الزنقاب جربوا ان شاء الله ستعجبكم الطريقة سنبقى نديرهم بحركة بحالكة ستبريس علي الحم ونفكر مع بعضها ستبقى بشوية لكم حتى تشوقع اللحم اللحم لديكم سننضيف ستبريس ستبريس لديك ستبريس ونفكر أن نضيف الجوبن على هذه الطريقة ستبريس لديكم لديكم من بعد سنضيف لكم اضيفوا مربعات ديولة الجوبن هنا الخبز اللي حضرت معاكم في الفيديو اللي سابق يعني اللي ما شافوش يرجع للفيديو غادي القاه كيجي خبز هائل كيفما كيبال لكم وارطب يعني كيجي واحد البورغر اللي هو الديد يعني من الخبز ومن اللحم وهنايا غادي نحتاجو الصلطة اللي غادي ترافق لنا البورغر ديالنا غادي نحتاجو هاد مكوينت كيفما كيبال لكم غادي نحتاجو هنايا الفروماج تيال الصندويتش وغادي نحتاجو بصل شرائح تماطم خيار وغادي نحتاجو هنايا الخص انا عندي هنايا الخيار مخلل من طبيعة الحال هادي الصلاة اللي غادي ندهنو بها البورغر ديالنا عندي الكيتشاب تقريبا واحد ثلاثة المعالق ديال الكيتشاب معلقة ديال المطارد وغادي نضيفو ضباء المايونيز واحدة تقريبا ثلاثة المعالق ديال المايونيز وغادي نضيفو عليهم واحد المكوين اللي هو سحري غادي نضيفو الماء ديال الخيار المخلل كي اعطي واحد الماداق هائل غادي نخلطو السالسة ديالنا جربوا هذه السالسة ان شاء الله غادي تعجبكم ممكن تقطعو فيها قطع ديال الخيار لمخلل طبيعة الحال من بعد مما وجدنا السالسة غادي نفتحو الخبز بها طريقة كيف مما كي بلكو ما كي يجي خبز ايش فنجي غادي نضيفو عليهم الخص وطماطم الباصال والخيار ومن بعد غادي نضيفو قطع ديال فرومج ديال السندويتش وغادي نضيفو اللحم ديالنا من بعد غادي نحطو واحد تقريبا واحد المعالقة ديال السالسة وغادي نغطيو الهامبورغر ديالنا كي يجي كي يشهي والديت كنتمنى تجربوه ان شاء الله غادي يعجبكم غادي نكملو قاع الخبز اللي عندنا غادي نضيفو السالسة غادي نضيفو الخص لخيار التماطم الباصال وغادي نضيفو عاو تانين واحد شوي ديال السالسة غادي نضيفو مربع ديال الجوبن غادي نضيفو قطعة ديال اللحم وغادي نضيفو عليها السالسة غادي نضيفو الهامبورغر ديالي واجد هاكدا غادي نكملو الكيمية كاملة اللي عندنا نضيفو وهذا الشكل النهائي ديال طبق ديالنا ها هو واجد كنتمنى يعجبكم جربو هادو الطريقة ان شاء الله ما غاديش تصغنو عليها مازال ورمضان قرب ان شاء الله غادي تنفعنا هذا الوصفة كنتمنى تجربوها واسلاموا في وصفة اخرى ان شاء الله اشتركوا في القناة